هذا المنزل غمرته المياه الجوفية وهذا الآخر تصدعت جدرانه بسببها زليتن الليبية تصنف مدينة منكوبة بعد ارتفاع مناسب المياه الجوفية فيها السلطات ترفع حالة التأهب وتدق ناقص الخطر من تفشي أمراض متصلة بالمياه الملوثة الممزوجة بمياه الصرف الصحي ومياه الأمطار ناهيك عن تسارب شبكات إمدادات المياه القديمة والمتضررة هذين نظرها علامات مقبل الكاريتة يعني صرف صحي نزل حشان تصدعات صار هبطات هذين شمنزال سنة اثنين تانياتا نقول منكم بالكتير طول احنا ما نقعدوش الراجل تلتسين الراسين هو واحد من الجيران حوش نزل عليه والله مياه هذه تسببت لتشققات وطرعت من بيت انا صغاري باهي وإن شاء الله خير عند ربي وطلعت البيت واحد اي صخص بيطلع من بيتها اهي بالسهل يا جماعة عائلات أجبرت على ترك منازلها فالخبراء لم يجدوا حلا سوى اخلاء المساكن لأنها معرضة للسقوط في اي وقت المنطقة هي قالوا هي اخفض منطقة المربحة دايا تجمع في مياه اكتر من اللازم فيه اللي يقول بير عربي يطلع فيه اللي يقول بير المورد هذا متاع الطب وحشاك الجعبة يطلع في المية احنا يصبحنا كل يوم نسح بوغريب حوالي 38 رحلة 40 رحلة نوص لفص عدد السيارات السلطات الليبي اعلنت انها ستقدم الاعانات على شكل مبالغ مالية ليستطيع الاهالي تأجير منازل اخرى هذه المقاطع المصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حجم الدمار الذي تعرضت له المدينة مخاوف من تأكل وانهيار البنية التحتية بالمدينة باكملها فقد هبطت بعض اراضي المناطق وتدمرت هذه المزارع وضاع تعب المزارعين فيها كارثة تلوى الاخرى تتعرض لها ليبيا من شمالها الشرقي حيث السيولة التي اشتاحت درنا الى غربها حيث زليتن المنكوبة التي قد تنتظر الاسوأ في الايام القادمة بعد ان حذر مراقبون من استمرار ارتفاع مستويات المياه الجوفية الذي سيؤدي الى مزيد من الاضرار رفاه السعد العربية